مع تصاعد وطيرة الاحتجاجات الشعبية واتساعها في الجزائر ضد تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة يبدو المشهد في عموم الجزائر مثيراً للقلق خاصة مع تواصل الدعوات للخروج في المزيد من التظاهرات المنددة بالعهدة الخامسة وبحسب مصادر صحفية غربية فإن جزءاً كبيراً من الجزائريين لم يعودوا يتحملون التناقض الحاصل بين الغياب المادي للرئيس بوتفليقة والحضور الكاسح للرموز التي تمثله في المشهد الجزائري وما زاد الأمر تعقيداً هو أن الرئاسة الجزائرية المعروفة بتكتمها بشأن ما يتعلق بصحة بوتفليقة لم تعطي أي تفاصيل ولا معلومات عن الحالة الصحية له عقب ترشحه للفترة الخامسة وربما تعد التهديدات التي أطلقها نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باستخدام القوة ضد المتظاهرين وإن قامت وزارة الدفاع في وقت لاحق بسحبها مؤشراً قوياً على انحياز المؤسسة العسكرية لبوتفليقة ومباركة منها لخيار استمراريته فيما حذر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيا من تكرار سيناريو سوريا في بلاده جراء التظاهرات التي ترفض ترشح بوتفليقة مجدداً ويرى محللون أن خروج الجزائريين في تظاهرات أياً كانت النتائج التي ستؤدي إليها إنما يدلل على انكسار حاجز الخوف والصمت لديهم وسعيهم للحصول على حقهم في تقرير المصير ترجمة نانسي قنقر